هاي نيكولا صار معنا بالستيديو أهلا وسهلا فيك أهلا أهلا والله كتير مبسوطين إنك معنا اليوم علينا شوي نرجع لموضوع لما كنا بالقونا قضينا أول شيء وقت كتير حلو وحكينا عن حماسك لمسلسل العودة صح اللي عم يتصور حالياً وأيضاً هنشوفه قريباً على MBC خلينا عرف كيف الأجواء المسلسل شو بتقدر تحكيننا على المسلسل أجواء التصوير كتير حلوة بالعودة لأن عم نشتغل شيء عن جد رح يشوفوا الناس على MBC جديد شوية على الدراما العربية مسلسل تشويئ كتير فيه جرائم كتير عم بتصير فيه غموض يعني بيشبه شوي إذا بدك المسلسلات الأجنبية من حيث المضمون وبتخير هذا الشيء الناس بتحب تشوفه بالبطرة العربية وبنفس الوقت كل هذا الشيء بهالإطار وبهالفرايم فيه قصة حب كتير حلوة بين ناسيم وكريم يلي هنى دانيالا الرحمة وأنا إن شاء الله ناس تحب هذا ضروري قصة لازم انتو مشتغلتو انت ودانيالا قبل هالمرة صح؟ لا انا ودانيالا أصحاب كتير بس ولا مرشتغلنا مع بعض صاحبتكن ساهمت بانو تدخلوا بالجو المباشرة صح مظبوط مية بالمية كتير كتير بساعد هذا الشيء طب نيكولا عايز اعرف دلوقتي لما انتو كنتوا في الكواليس يعني في حاجات كتير قوي بتحصل في الكواليس لو هنعود لبكرة صبح هنعرفها بس انا عايز اتكلم بالتحديد عن احتفالكم لعيد ميلاد دانيالا في الكواليس كتا عاملة ايه الأجواء كتا عاملة ايه نيكا صاحب الفكرة ايه الأجواء كتا حلوة جدا طبعا انا لقلب مصري معا بتعرف الساقة بتعيد دانيالا كان بعضنا بأول اسبوع او تاني اسبوع تصوير كلنا طلعنا بالفكرة مع بعض عجلة تكون كتير صريح مش انه حدا نقرر يعمل اسبوع كلنا فكرنا بهذا الشيء لانه وهذا الشيء عم بصير العسلات يعني من يومين كان عيد ميلاد مديل التصوير نيكولا خوري اللي كمان عمل شغل جيد حلو بالمسلسل والمخرج اللي سمعان اكيد فكمان عملنا له هاد السبوع فصار الناس بيبقوا يعني دانيالا كانت اول واحدة بصلا كل حدا عيد ميلاد ويبقى جاي ناطر المفاجأ يعني مطر المفاجأ نيكولا بالنسبة اللي عدم ميلاد زي ما صبحي قال انتوا يمكن صحاب وده اللي ساعدكو اكتر اشتغلوا مع بعض بشكل حلو فالكامستري عمل ازاي في العمل غير ان انتوا صحاب وهل ده هيكون سنائي هنرجع نشوفه بقى بعد كده بينك وبين دانيالا ولا ايه يعني انسان للناس تشوف الكامستري اللي نحنا حاسينا ويلي المخرج حتى عسداد تلي سمعان عم بقلنا عنا متل ما قلت كتير بساعد هذا الشيء بدي حبه على الكاميرا كتير حبيتها كممثلة كمان وهي نفس الشيء يعني نحكي بعضنا دايما على أدوار بعض فهذا الشيء كتير مساعد ان نكون على الساة تقراب من بعض يعني حتى بنكون عم نفكر بالمشهد انا وياها بنكون عم نفكر بنفس الطريقة معنا يعني ما في هذا الحات اذا بدك بينك بين المسل الاخر يعني فيها نقول لبعد لك اعطيني اياها بهالطريقة هي بتقول لي اعطينيها يعني فيه هذا التيمورك كتير حلو هي المساعد بتخيل النتيجة توصل بطريقة حلوة ان شاء الله نرسي في الفاتش لا ان شاء الله اكيد ونيكولا حاليا يعني بتدأ عرض مسلسل بلا دليل بمصر وانت بتلعب دور تيمور اللي مغروم بحبيبة اللي بتلعب دور درة فشو يعني خبرنا اكتر عن التجربة وعطينا هنت عن تطور الشخصية تجربة بلا دليل بنسبة لي تجربة كتير خاصة وكتير حلوة لانه دور كتير صعب اكيد الناس لاحظين